طلباتي تخوفوا بأنه في حالة أنهم رغبوا يتابعوا دراسة ديالهم في الخارج فرنسا مثلا أو في ألمانيا أنهم ما يتقبلوش لأنهم فقراه فقط ست سنوات ممدى صحة هذا الأمر وكين شقين في جواب الشيق اللي هو شق بيداغوجي يعني جوابات حلاش لأن أي بلد اللي كتبشي أنت تحط الملف ديالي باش تمارس عندها كيتلبو لك الكورسوس ديالك يعني شنو قريتي شنو قريتي لك تدريب حنا نبالزاف تدريب نصف تقرب ان تكون تدريب ولا كلمو نقولو مواد وعلى حسب الدول إلا جبروا عندك لك شي يعني انطابق مع ديرهم كدو وزوك انتحان غير تقيم ودخل عندهم إلا جبروا شي عاجة نقصة يعطوك غير تكميلي دير ديالك الشي اللي هو نقص الشيق الثاني للجواب اللي هو سياسي اللي بغانا نقولو العجز داب لي كتعرفوا الدول الأوروبية وداب كلهم غي يتسابقوا وانا شافوا أرمانية سبقاتهم في اللي أرى ها أنا كنقول كن نديرو تكوين في خمس سنوات ياخدوهم وزيدو لهم الباقي ويدخلوا عندهم متتبعينا مرحبا بكم إضراب طلبة كليات طيب في المغرب وصل اليوم حوالي ثلاثة أشهر ولا يظهر في الأفق أي حل ما بين طلبة وما بين وزارة التعليم العالم هناك تدعيات لهذا الإضراب على عدة مستويات هناك عدة إشكالات تطرح بنسبة هل ستكون هناك سنة بيضاء كيف ستتعامل الوزارة كيف ستتعامل الحكومة ما هي ردود فعل طلبة لحد الآن يعني اللي جواب عن هذه الأسئلة نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عديل إبراهيمين مرحبا بك سعد الإبراهيمين كنت عميد سابق كليات طيب بيفاس وحاليا أستاذ في كليات طيب بيفاس وطبعا مطالع على مختلف جوانب هذا الميداس هذا الإضراب اللي طال فين غادينا بهذا الإضراب الليوم شو الأفق ديال الإضراب في رأيك أنتك أستاذ أولا أنك نشور كرزة إضافة سعر الحق الله جزيك بخير ونشور طاقة من جميع الإخوان هو صراحة نسمحتي بعد أن نبركه الشهر للإخوان طلبة وعباء والأساتيدة ونتمنى أن هذا الزمن نفرج الشهر المبارك هو لازم نديروله بغنا نقول لغي واحد للتوطيئة ديال السياق اللي جا فيه لأن هذا بالمغريب ما يخفى عليك ثم تبرك وطلعين أنه عنده عجز كبير في العدد ديال الأطباء والممرئة ديال غير ذلك إذن كان تعليمات ملكية وورش ملكي ديال التغطية الصحية وديال نموذج التنموي الجديد ديال غير ذلك اللي بيين أنه خصوص يتزاد العدد طرف أولي هذا يعني تحلو ثلاثة لكلية جدود الكلية اللي كانت نطلب منهم المزيد ديال وبناء على النموذج التنموي الجديد وبناء على أنا بغير نقول واحد دراسة مقاررة مع واحد عدد دول تبيين أنه يعني ممكن تدرس الطيب في ست سنوات هدو الإشكالات جوج الإشكالات اللي هي الآن مطروحة يعني أن كانت تدرس الطيب سبع سنوات رجعت ست سنوات حتى يخرجوا أكبر عدد من الأطباء وزدنا عشرين في المياه من الطاقة الاستيعابية ديال طلبة هدو جوج نقط اللي هما إشكالات صحيح صحيح إذن هذه القضية ديال 6 سنوات أنا قد كتبنات على ثلاثة ديال الأمور أمر الأول هو النموذج التنموي ثاني هو يعني شفنا شنو كيدر في العالم مجراش القرار غير ثانيتان هو أنا من ناحية ديال بغو جي مغي يكون تشي ضرار ولس يما يعني تقييم ديال السنة السابعة كان تقييم سيئ جدا إلا من نقول أكثر يعني كان ديال السنة بالنسبة للطلبة حالا ضائعة فعال الإستاج لا الإستاج ونكونوا واقعين من ناحية تأثير ديالهم من ناحية ديال جدا يعني الطلبة طالبك يمشي أسبوع ومشيش ثلاثة ويخت شهر بشي يوجد الانتحانات يعني عارفينوا الطلبة وعيشين إذا ما يكونش تأثير على مفتوى التكوين نهائي لأن ما يقولوا الطلبة يقولوا بينا الطبيب اللي يتخرج السبع سنوات بينا الطبيب اللي يتخرج ست سنوات ولهذا هذا السؤال ديالك مهم باش ميكونش هناك مزيدات بل أنا نحن لاحظنا العكس هذاك الطالب عدة مرات من اللي كيرجع بعد السنة السابعة بشيدوز ما يسمى متحانة السريرية اللي هي أخر متحانة لكيدوز مستوهم كيكون بعض المرات تراجع بالنسبة للسنة السابس تفهمنا؟ إذا كيبقى أن هذا حل هذا لا أريد أن نقول هذا الاقتراح يعني مقبول بيداغوجيا أضيف إلى ذلك أنه بعض الدول اللي كتدير ست سنوات كتلزم على أطباء انهم يمارسوا لعدة سنوات قبل ما يمكنهم يكونوا مستقلين درسهم بحال شد الدول مثلا؟ بلجيكا اسبانيا إلى غريدك تقولك أنا ما يمكنك ش عندهم 6 سنوات تخرج للممارسة سنتين ثلاثة أو أربعة في إطار عمل مؤسستي عمل فريق فهذه من الأمور اللي أنا كنظم ممكن تكون حل ولجواب لهذا الأمر ولسيما أنه من اللي غندخل أنا مع الدولة مخدمة وتعطيني وكان اختراح فد الشأن وزارة ستعطيني الراتب ديال الطبيب يعني شتانم من الراتب الطبيب واليوم رابط الراتب الطبيب الآن كيف دم 12 أفدر مني إذا أنا من اللي غندخل سوف أولا نستفدر العمل كفريق في أي مستشفى ثانيا سوف يكون لدي الإمكانيات لأن نحن الطبيب تكون فيه ما ما كحبش تكون مستمر مدى الحياة إذا سوف يمكنني عدد ديبلومات اللي كدار في الكلية ما نسميه على ديبلومة سوف أتقيد فيه ونستطمر السنة السابعة أحسن من اللي كانت هذه كتبان حل اللي بغينا نقوله من الإقتراحات لكل واحد يوصلها أحسن من حفظا على السنة السابعة ليهزيل من ناحية البيدوجي أيضا طلبات يتخوفوا بأنه في حالة أنهم رغبوا يتابعوا دراسة ديالهم في الخارج فرنسا مثلا أو في ألمانيا أنهم ما يتقبلوش لأنهم فقروا فقط ست سنوات ما مدى صحة هذا الأمر وكين شقين في جواب الشق اللي هو شق بيداغوجي يعني جوابات حلاش لأن أي بلد اللي كتبشين تتحط الملف دياله باشت مارس عندها كيتلبو لك الكورسوس ديالك يعني شنو قريتي شنو قريتي لكا تدريب احنا عنا بززف تدريب نصص تقرب ان تكون تدريب ولكا لما نقوله مواد وعلى حسب الدول إلا جبرو عندك شي يعني مطابق مع ديرهم كده وزوك امتحان غير تقييم ودخل عندهم إلا جبرو شي عاجة نقصة يعطوك غير تكميلي دير ديالك الشي اللي هو نقص الشق الثاني للجواب اللي هو سياسي اللي بغنا نقوله العجز دبالي كتعرفوا الدول الأوروبية ودبا كلهم غي يتسابقوا وانهن شافوا ألمانيا سبقاتهم فالله أرا ها أنا كنقول كن ديرو التكوين في خمس سنوات ياخدوهم وزيدوا لهم الباقي ويدخلوهم عندهم لأنهن عندهم عاجز مووي فهذا الأمر هذا ما مطروح غير مطروح طيب الآن يعني أيضا زيادة عشرين في المياه ديال مقاعد في كليات طيب يعني كثير من الطالبة اللي تكلمنا معهم تقولوا بانكي الاكتداد وبانهم لم يوازيه وضع إمكانيات وبنيات تحتيال تدريب ولا تدريس نسبة تأطير إلى أخير هل هذا صحيح؟ هذا يعني السؤال الوجيه لأنه الحالة اللي كيعيشوا هذا بالطالبة كان كان يعني اكتداد يختلف من كلية لكلية ولاني كان ما كنقوله اكتداد يعني ايش حال نسبة تأطير تقريبا الأستاذ اللي يكون طالب أنت تختلف على حساب الكلية ولاني الاكتداد ما نطروحش بزاف في الشيق اللي بغينا نقوله اللي بغينا نقوله اللي بغينا نقوله التنضيري اللي كيتقرر في كلية اللي انك مدرّج ومشي كل شي يجي ومشكل كين في التدريب على عشرة هناك يقولك على الأقل هذا كالطالب اللي كي يدير التدريب يكون عنده المفتشفين المفتشفين عنده سرير نعم طبعنا بعض المرات يعني بعض المدن كي يكون التدريب يوميا 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 ولا كي يكونوا ماشي سرير للكول ولا اني ما جاهد الإصطاح البيداغوجي إلا وتم الجواب على تسؤال علش اللقطة اللولة ان الدولة دارتوا واحدة المجهود كبير دارتوا واحدة المجهود كبير اللي اعطات الكلية اللي كاني ولا الجدود اعطاتهم استثمار مالي يعني مشيغي مهم قد نقولك انه باهض يعني لبات جميع الحاجيات ثانيا انه اعطات المناصب المالية الكافية لأول مرة كيتم تحديد هذا اللي قلتين اللي هو اسميته التأطير البيداغوجي وتحدد على أستاذ لكل 12 دير الطلبة اذا مثلا نحن فاس يعني اللي دارت العملية حسابية تجبر انهم سيعطونا 240 منصب بداغوجي في 7 سنوات من غير المناصب الإداري اذا هذا الجانب تجيب عليه كيف قدبها اين تدريب يعني بين انهم اللي غير زيد 20% و 10% كل عام لحساب الكلية المشفى الجامعي ما يكفيش الحمد لله وزارة الصحة جاية موقربة جديدة موقربة جيهوية اليوم موقربة سانيتك تغيطوريان يعني يعني جيهوية في تدريب مجموعة ترابية تبع له جميع المشتفيات وبما اننا لدينا العدد الأساتيدة كافية إذا الأستاذ لا يبقى تعيين غير في المشتفى الجامعي ممكن يتعيين أستاذ في مشتفى إقليمي مشتفى جيهوي وممكن يمشيه طلبة ويتم تأطيرهم هناك نعم وحنا وقتا يوقع طلب كبير ويوقع هذه المشكلة التأطير في السنة الثلاثة إذا هذا الارتفاع كبير اللي وقع هذه السنة ما غنوصلول التدريب والاقتضاد اللي أريد أن نقوله بمعنى الكلمة إلا من بعد سنتين من بعد سنتين اللي هو شوتمبر 2025 وحنا الحمد لله الكليات والمشتفيات ديرين يعني كونه ريجان جيهوية اللي يخدم على هذا الأمر ومغيوصل لها التاريخ حتى يكون كل شيء اللي أريد أن نقوله موجود لاستقبال هالطلبة في التدريب المسوى أو في المشتفيات الجامعية أو في المشتفيات الجهوية وإقليمية دكتور كيف تشوف هالحركة الاحتجاجية والإضرابات اللي ضمت ثلاث سنوات على واحد الأمر كيتعلق باستراتيجية دي الدولة توجه دي الحكومة ما يتعلق بالعرض الصحي والعرض الطبيعي اللي هو فيه نقص كبير يعني عادة كنا نشوفه إضرابات وإحتجاجات اللي عندها علاقة مثلا ب أشياء مثلا اللي تتعلق بالسير العادي دي الدراسة كيف تشوف وهنا كوني الله انتهيت المهمة هذه تقريبا عشرة أيام فأنا كنت لابدت تقول فوس الميلف كنت مسير فمن المي وقع الإعنان على إضراب المحدود وقع واحد لاجتماع دي التلتة أيام في الوظارة ومن كتبش عليك الميلف المطلابي كان فيه ما يقارير ثمسين نقطة اللي فيه دي الطلبة نقطة متعلقة ملحان نقطة متعلقة بالمتحانات تعويل على الحراسة بالضبط أشكال وأنواع النقطة ثالث إلى غريداني وشاهدتهم من لسنة ثلاثة أو أربعية قال يتم الاستجابة قريباً تبنيوا إلى خمسة مئة في مئة دي النقطة وغالب أحيان من أن يدرجعوا الجمهة عامة يقولوا هذا هو النضال يمكن أن تشد الحركة النضالية وتجيب فيها مئة في مئة في مئة وتأخذ كل شيء وقد أحبوا وقد أقولوا أنواعه 8 فى سرعة وميجب في مئة ونقرار وأمور تستمر ومن ضلين جاي فإذا بقي كانت تفاجئون هذه النقطة التي أخبرت في الجريدة الرسمية في مارس وأن الناس التي يدوزوا المباراة في يوليوز تدوزوا على هذا الأساس أقول هي النقطة الرئيسية تقريباً تقريباً تقول لك لا تناقش أنا مراشي مستغرب أنا مراشي مستغرب كعامل سابق وكأستاذ والدليل أنت قلت مسؤولين في الوزارتين وكالأساتيدة وماذا الأساتيدة؟ كيف هو الصوت الذي نسمعه؟ نسمعوا الصوت المسؤولين يقولوا أننا ست سنوات أخذناها مع التشاور ومع الخبراء ونسمعوا الصوت الطلبة يقول لك لا نريد السنة السابعة لكي نزيده تكون وكان الآخرين طرف أساتيدة حتى الأساتيدة أنا لم أسمعك أساتيدة سواءهم في النقابة وقصدهم في جميعهم وما أكثرهم الذين خرجوا قالوا هذه المشكلة ست 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 إذن معناته أن السنة السابعة تقول لك يعني لا يوجد معرض أن يكون طرف أساتيدة يعني لم يكن أعطي رأي من طرف أساتيدة وأن يقول يمكن أن تكون قطعي وممكن لك تكون غير هذا الأمر قليلا صعيب ولسيما التدعيات نحن دفع في 3 شهور ودخلناها في 4 شهور ما يعني ذلك؟ ما يعني ذلك؟ ما يعني ذلك نحن نضروه بكل بساطة إلى هذا الأسبوع تم اتفاع ما بينش طلبو الله الخير إلى هذا الأسبوع تم فعود متسالي نحن في الطب كان ساليه 25 يولوز لأننا التدريب طوير في 3 شهور حيث يشلوشت سبتمبر أوكتوبر ونسبوع أخر نسبوع ننتج أثير مرتاحة الاسبوعية ما يعني ذلك؟ ما يردل على السنة الجميع؟ ما يردل على خمسة شهورتامير ما يردون على خمسة شهورتامير سأبدو خمسة شهورتامير إذا أنت السنة الجاية كل ما ستأخرى ومرون هذا يلوقع اتفاق وما يرد اتفاق سانة بيضاء أنا هذه السنة بغضاء اللي طرحتي السؤال في اللول وكن شكرك عليه السعب الحق هو استغريب انه يخرجوا طالبة ويهضروا بحلها ذاك اللي كحت السؤال ولي يجاوب عليه كل واحد انه اختصاصات دياله لان الدولة منك تقول الى انا اضطريت السنة بغضاء غمديرها السياسيين وما ادرب اموره انا بداغوجي ولان انا منك نسمعت كيقولها تصريح واحد مسؤول اذا كيقولها معنيتو انه ممكنه ممكنش انا انطلق فرادية نقول انه هاد السنة بغضاء سفر في اليوم اذا كان سفر في المياه يعني هو اللي كيخليك انك تحصل على موقع قوة انا كنقول الطالبة سيفتي اب سيفتي استاذ ارا سفر في مياه ممكنش ورا هاد فرادية ديال السنة بغضاء دولها حتى احتمال دياله بل انه تساعد دولها الى اكيد انه في هاد ضرار طالبة والوليدين اللي يكون فرادية والطالبة لا سيمة الطالبة ديال السنة اولى والتنس طالبة اللي كيك عودوا العام طالبة اللي قد تقتلوا من مين حاطر والسنة بغضاء ستكون سهلة الدولة والدولة قد تضيع خسارة خسارة كبيرة ولكن السياسة هي هذه كيمكن يكون تمن دياله هذا الشيء هو السنة بغضاء اذا انا بغضاء طالبة يدفع الملف دياله واني يخدو بعانتبار انه ده سلت هو انا دخل الشهر ربع وانه لا كانت السنة بغضاء لا قدر الله شنه هي لا بغينا نقوله كلفة كلفة هتكون كلفة ديالها باهضة فهذا الأمر يجب ان يكون في المفاوضة حالة اليوم دكتور روشكين قنوات مفتوحة مع الطلبة او اليوم مغلقة هذه القنوات الآن؟ يبدو ان القنوات الرسمية بحلال الوزارتين وفرطي الباب المفدود اعطيت اللي ممكن لا تعطي الشريك صرحونا الوزيرين المحترمين فقد قلت اعطيناه هذا القرار السنوات السيالي ومخود باب عدد الأمور وإشراك اللي تلبوه الطلبة في السلك الثالث وفي عدد المواضيع وحلي قلت كل نقطة اللي قطعت تقريبا جولة التعطاة يقولك هما بالنسبة لي ما اعطوا اللي اعطوا وانه يبقى السياسة سياسة وما اعطوا اللي اعطوا الطلبة مستمرين في الادراب ديرو ولكن انا كنتمنى انه من خلال الساتيدة من خلال الاباء من خلال نحضروا مصلحة البلاد ونحضروا المنطق ونمشيوش الحائط نعم دكتور انتك تشوف انه بالإمكان انقاذ هذه السنة لانه الان مرت هذه الدورة ومشي جديد انتحان طرف الطلبات ومنحهم نقاط صفر ممكن ممكن الانقاذ انا كنقول ممكن 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 إلا كنت تحضر الرغبة وإلا كنت جميع وإلا كنت جاكرة من الطلبة يعني مستحضرين هذا الامر انه كل نهار كي سوى الفلوس لانه واحد الوقت غتطر الدولة منظر لربما خبرات كده وثلاثين سنة دي التدريس وعشر سنين مسؤولية غتطر الدولة ما يكون عندك خيار انه تعلن على سنة ضيضة ويكون فات الأوان يعني فات الأوان مشيغ على مشيغ على لا بغينا نقول هذه النقطة هذه خلافية الوحيدة اللي بقت السنوات بل ربما يفوت الأوان تعلن الأمور الأخرى لان هذه الأمور الأخرى لم يتم توقع عليها تقذل تقول كمان تتراجع عليها فالأمر ماشي بسيط يعني شنو همهات آخر أجل وشوه وشوه نهاية شهر أفريل وشوه نهاية شهر ميل اللي غتطل لك الدولة أنا مبقاش ممكن استدراك اللي فات إذا إعنال على سنة ضيضة بما لها من تدايات كاريتي نعم طيب هذه القديدة 20% اللي قررت حكومة تزيدها في عدد 3 يعني كان ترحيب بها في البداية اختلف الأوساط اللي كتهتم بالمجال دي القطاع طيب أنه نزيده 20% دي القطاع من زيادة 20% في الخريجين اليوم لماذا طلبة يرفضوا هذا 20%؟ مبرر أنه كالاكتدار رغم أن نفتح الباب هذه المناطق مهمة التي تفتح الباب حلالة الراشدية ومناطق التي هي بعيدة التي لم يكن بإمكانهم أن يكون عندهم عدد كبير طلبة في الطب صحيحة وهذا مجهور كبيرة للدولة لكي تفتح الباب الطيب في الراشدية وفي البنين من اللال وفي القلمين ليس سهل ليس سهل والتحدي كبير مثلا أنا مني مشيت الفاس عام ألفين بعد البدد الكلية رعشنا وشي تحديات يعني والحمد لله بحلوتها نعم أسسنا كلية اعتداء اللي دبعا يجهد لها ومش في جامعي كانت صعوبات وليني ما يمكنش كون أنا مندير كلية ولا مندير أي مشروع في حياتي لا شخصية إذا لحتى يكون كل ما يمكنش ما يمكنش يكون واحد الأدنى أنا كنشوف الوضع اللي تخلقت فيها هذه الكلية في ثلاثة حسن من الوضع اللي درت فيه كلية نحن نشأل الكلية وبقاء تجي الميزانية والمناصب المالية كانت تجي بالنقطة والتاريخي شهدوا على ذلك وناضرنا من أجل ذلك دبا الكلية الدراشدية منضمون لهم ميزانية منضمون لهم المناصب المالية مضمون لهم بل أكثر من ذلك بحل اللي قلتي دبا مثل دراشدية أنا كنعرفهم زيان راشدية كانت تبع الفاس وكان نسبة النجاح في الراشدية طلبة دراشدية ما بين عشرين ثلاثين طالب نشحوا في السنة الأولى بشي يولجوا السنة الأولى تبع المنطقة نشحوا 150 واحد 150 طالب كلهم الراشدية راشدية ونواحد أولا خمساد المرات ثانيا شوفها كبعد استراتيجي لماذا؟ لأن الطالب الراشدية تقول لهم إنها تقراط ونعرف إلى النجاح ونحن راشدية منذ عشرين في الممائة غير جواد الراشدية ونوانا 8% غير جواد ونوانا والفول مناخ ونوانا ونحن نعرف التكوين في الراشدية وقال العكس يعني 20% غير جواد ونوانا 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 ستغير مسكمة وقع الفاس. فاس كانت مدينة ضعيفة جدا من ناحية تطبيب قبل أن تحلقوا ليها الطيب. فهذا كانت مدينة كي يأتيوا لها الناس من جميع الملاطق كي يجعلوا فيها تطبيب. إذا أنت دكتور متفائل بالنسبة لأن الدولة محصة إمكانيات وبنيات تحتية وإمكانيات بشرية بالنسبة لتواكب هذا العرض تكوين في المجال الطبي في السنوات المقبلة. كان هادر على البين وعلى علم ولكني كان زيد نقول أنه لا تكون الأمور سليسة ألف في المئة. غير البداية الراشدية تصور أن الكلية التب دي الفاس نخرطت كلها مع كلية الراشدية. هاد الأسدوس الأول يداز الأساتي دا كلهم المواد اللي درست في الأسدوس الأول كلهم أساتي دا دي الفاس متطوعين اللي يمشاوا بمدة أربع أيام خمسين أسبوع. السقرف الراشدية أعطاه ذلك الحصة الأربعة. يعني كل يملكة تنشعش ما ما كيخليواش بوحدها. هي كيرموكبة ديها دعم ديها نحية البيداغوجية حتى توقف على الرجلية. أضيف إلى ذلك أنه الشي اللي جديد فاتل كنت خبقه من هذا القرية قبله هو أنه بان حاجة جديد اللي كي تماما تخذو ستاش. يعني طبيب مؤطيب. يعني ميكوش أسا كي يدار له واحد تكون بيداغوجي. كيكون هو عنده رغبة باش يأطر. الدولة كتعطيه واحد تعويق للمعسابيه. وكيوليته هو يشارك في تعطيه الطلبة. إذا نواف واحد مش فأقليمي ولا جهوي. كييجو عنده واحد ربعة ولا عشرة ديها الطلبة. كيكونوا وكيوليته هو كيشارك اللي بغي نقوله فاتول. هذه كلها أمور دارتها الدولة استيباقيا. باش هاد الشي اللي قلنا ديال التأطير ودير الاكتداد وكذا ما يطرح مشكلة. دكتور إبراهيمي في نهاية هذا اللقاء عندك رسالة أخيرة للأباء والطلبة ديالكلية الطيب. والله أنا كنت منا الخير وكنت منا نحضره المنطق ونحضره المصلحة العامة. وكنزيد نأكد على أمر واحد من بغيش أن الطلبة يسدوا على رسول. حتي كاك معهم فرضيين وجامعيين. ويقول لا شتي الدولة. أرى المنطلق ما تقدش ديرنا سنة بيضاء. وكيما كان وقع في 2014. أي مكان وقع. وده برا مسال تقي أسبوعين وواحد الوقت غتعيه. وغتجي غتقولنا أنا ما قداش على سنة بيضاء. أخذ اللي بغتي. أرى أنك ننظر مع دولة اللي عندها تاريخ. عندها سيادة. عندها قرارات. ولماذا لا نحكي الحتمال الثانية هو. نحن الطلبة كلهم. سمارك الله قرأوا علوم رياضية. ونقول أن هذا الاحتمال توقعين. أن الدولة لي عدة أسباب. تقول أنا ما مستعدش ندرج على هذه النقطة. وغتكون سنة بيضاء. لذلك الساعة. كيف ستحمل هذه النتيجة ديكاريتي. نتمنى على الله أنه يكون حل وفرج يعني في القارير إن شاء الله. دكتور إبراهيمي عميد سابق كلية الطيب. وأستاذ في كلية الطيب بفاس. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. إلى هنا وتتبعي موقع اليوم وعشرين. انتهي هذا اللقاء مع الدكتور عدي الإبراهيمي عميد سابق كلية الطيب بفاس. وأستاذ بكلية الطيب بفاس. وإلى لقاء آخر بحول الله.